أكد رئيس السيسي أن التكلفة التي يتم إنفاقها في المشروعات التنموية تفوق بكثير ما يتوقعه الكثيرون وأوضح رئيس السيسي أن كل إجراء لم تنفذوا الدولة خلال خمسين عاماً سابقة تدفع ثمنه الآن موضحاً أن هناك حراكاً كبيراً داخل الدولة التكاليف اللي بتتعامل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعامل في الدلتة لماذا؟ أكيد وإنتوا جايين شفتم أننا دخلنا في عمق السحراء رغم أن الشريط الموازي للنيل بتزرع بطريقة تانية خالص ولا يا دكتور نصف بتزرع من حضار طبيعي للمياه وذي رابع أو خمس مرة أخرى يعني من حضار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجة المياه ماشية من العالي للمنخفض وبالتالي ما فيش مشكلة فيها ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت تلقونا أن احنا بنينا عليه وسبنا الصحر وسبنا الظاهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على أجناب النيل اللي كنا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا ونسيب الأرض الزراعية الغالية ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير كل إجراء إحنا ما عملناهوش بندفع تمنه دلوقتي كل إجراء الدولة ما خدتش بالها منه وما عملتوش أنا مش بتكلم في سنة وعشرة وعشرين أنا بتكلم في أربعين وخمسين سنة وعشان كده بقول لنا كلنا حتى إحنا دلوقتي فيه نقاش بيتم في البلد وفيه حراك كبير جدا جدا وإحنا سعداء بيه ترجمة نانسي قنقر